هاتف اونر 10 واحد من افضل هواتف عام 2018 لكن يسوي اشتريه عام 2019 خليكم يا انا سلام عليكم يا اكم حسين مثل ما قرأت عنوان الفيديو اليوم الفيديو عن هل اشتري هاتف اونر 10 بعام 2019 اولا خلونا نشوف مواصفاته وبعدها نشوف يسوي تشتريه لو لا اولا الشاشة الشاشة بحجم 5.84 انج بدقة FHD Plus ومن نوع IPS LCD كثافة بيكسلات 432 بيكسل في الانجو ومستحوذة على 79.9% من الواجهة الامامية للجهاز ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass ننتقل للأداء المعالج هو Kirin 970 بتردد 2.4 جيجا هرتز مع رام 4 جيجا بايت او 6 جيجا بايت وتخزين 64 جيجا بايت او 28 جيجا بايت ننتقل للكاميرات الخلفية الاولى بدقة 16 ميجابيكسل لتصوير الالوان والثانية بدقة 24 ميجابيكسل لتصوير اللونيين الابيض والاسود الكاميرات قادر على تصوير فيديو بدقة اقصائها 4K و30 فريم اما بسبب الكاميرا الامامية فهي بدقة 24 ميجابيكسل تصوير فيديو بدقة اقصائها فول HD البطارية بحجم 3400 ميلي امبير تدعم الشيحن السريع وميزات اضافية جهاز يحتوي على تقنية NFC جهاز يحتوي على منفل 3.5 ميلي متر للسماعات السعر حانيا 365 دولار ما يعادل 440 الف دينار اراقي طيب يستاهل اشتريه بصراحة لا لان اكو هواي بيعيوب وسعره غالي عيوب مثل حجم الشاشة الصغير 5.8 انج وهذا حجم صغير عام 2019 لان حاليا كل الشاشات او اغلب الشاشات اكبر من 6 انج ثاني عيب البطارية حجمها صغير نوعا ما والسعر مرتفع صراحة 440 الف تجيب لك هاتف كي 20 برو من شاومي وهو افضل من كل النواحي او تجيب لك هاتف نوفو 5T جديد ايضا افضل من كل النواحي فلذلك اذا كنت مفكر تشتري هذا الجهاز انصحك تعوفه وتشتري اجهزة غيرها وبنفس السعر اتمنى اعجبكم الفيديو واستفاديتكم من الفيديو اذا انت بالمرة تشوفنا اتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى نصاني 100 الف مشترك باقرب وقت تحياتي لكم في امان له اشتركوا في القناة